رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيزة من منطقة عسير رئيس مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير أمس حفلة تتويج الفائزين في الأولمبياد الوطنية الأول لجمعيات أيتام المملكة وذلك على مسرح المفتاحة بأبهى أدس أن الأمير فيصل بن خالد خلال الحفل إدارة تطوع في جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير تلا ذلك أعلن نتائج الجمعيات الفائزة في المجالات التنفسية إلى جانب المجالات الرياضية حيث كرم سموه الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام الفائزة عقب ذلك شهد الأمير فيصل بن خالد توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير والإدارة العامة للتعاليم بالمنطقة في نهاية الحفل كرم أمير المنطقة المشاركين الداعمين لإنجاح الأولمبياد وسلمهم الدروع التذكارية ترجمة نانسي قنقر موسيقى